مؤخرا تم تغيير الأمين العامل المجلس القامل لشؤوننا للإعاقة وتم تعيين دكتورة هيبة هجرس أمين العامل المجلس احنا دايما بنحاول من خلال نهارك سعيدة ان احنا بقى صوت دوي الإعاقة في مصر ودايما بنحاول ان احنا نوصل مطالبهم وشكلهم كذا مرة ستصنعهم هنا في البرنامج كذا مرة حولنا ان احنا المطالب بتاعتهم بتبقى بتوصل لألسادة المسؤولين يا ترى ايه اللي ممكن يتغير في الايام اللي جاية يا ترى المطالب بتاعتهم خاصة بعد اجتماعتهم مع رئيس الوزراء هل هيبقى فيه اي خطوات ايه اللي اتحقق من المطالب دي على مدار السنين اللي فاتت ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا النهاردة ويشارك ان يكون معي استاذ محمد ابو طالب هو رئيس رابطة مواقعين مصر برحب حتبتك نهارك سعيد يا فاند نهارك سعيد يا فاند مبدئيا خلينا نفكر سادة المشاهدين بالمطالب اللي انتوا كنتوا نديتوا بيها واتنعشتوا فيها مع طبعا سيادة الوزراء استاذ ابراهيم محلب والمفروض المطالب دي كانت تم منقشتها منذ فترة الاول هي المطالب هي هي من حكومة دكتورة عسام شرف الى حكومة المهندس ابراهيم محلب الاساس هو انشاء مجلس قومي لحوول اشخاص زاوي الاعاقة هذا المجلس يكون مستقلا له استقلال مالي واداري له اعضاء من مجلس ادارة يمتادوا بالكفاءة والشفافية في طريقة اختيار هذه هي المبادئ الاساسية التي تطلعنا ان تكون موجودة في المجلس القومي ومعقول تغيير وزاري هي نفس المطالب السابقة هل في اي تغيير وزاري حصل ولو تحسن ملموس شوية في هذه المطالب يعني حاولوا انهم يعملوا مثلا مبادئ لانشاء هذا المجلس او اي حاجة للأسف لا هو المجلس طريقة تفكيرنا في رابطة معاقل مصر لما عرضنا انشاء مجلس قومي لحوول اشخاص زاوي الاعاقة من بداية صورة 25 يناير مع الاساس الدكتور عسام شرف كان الاساس انشاء مجلس مستقل مش مجلس سياد بعد دولة المجلس في الوقت الحالي هو مجلس من قسم الى جزئين جزء يعبر عن مجلس الوزراء الوزراء الموجودين داخل اعضاء مجلس الادارة بصفاتهم وجزء اخر هو جزء جمعيات اهلية فاصبح بالنسبة لزاوي الاعاقة على مستوى الجمهورية هذا المجلس يعبر عن مجلس الوزراء والجمعيات الاهلية في نفس الوقت المجلس له سلطات من ضمن سلطاته انه بيراقب عمل اجمعيات الاهلية فهيراقب عملها ازاي واعضاء اعضاء ورؤساء جمعيات الاهلية فاصبح المضمون من انشاء المجلس بدأ ينسحل النقطة الاساسية في هذا الكلام عندما يتم عرض مشاريع قوانين فبتعرض من مين؟ بتعرض من الوزراء ومجلس الوزراء فبالتالي مجلس الوزراء موجودين وممثلين داخل المجلس القومي فاصبح الكلام اللي بيعرض هنا هو اللي بيعرض هنا فما فيش فما فيش اي خطوات جدة يعني جمال اصلا نتحقق اي حاجة انت بتتكلم عن مجلس بيعبر عن مجلس الوزراء والجمعيات الاهلية فالفر احنا عايزين مجلس على اغرار المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للأمومة وطفولة واني يكون مجلس مستقل له ادوات وله رسم رؤية ادارية مستقل ادارين وماليا ماليا واداريا وفنيا التغيير اللي حصل مؤخرا ده هل انتوا متفاقلين هل انتوا حاسين انه طيب يعني نتمنى ان يبقى فيه مثلا نوعا ماي من الاستقرار عشان نبتجي ناخد خطوات ملموسة احنا هنتكلم بطريقة هي عرض اربع اسئلة السؤال الاول لماذا انشأ المجلس القومي لحقوقه الاشخاص زوال العام اتنين لماذا تم اختيار امين عام وتم تغييره ثلاثة امناء عام تم تغييرهم في حكومة المهندس سبراهيم محلب السؤال الذي يطرح نفسه لما اخترت ولما اقلت ولما بدلت عايزين نعرف طريق اختيار الامين العام كانت ازاي ايه الاسباب المعيير الى اساسها تم اختياره اه وايه المعيير اللي على اساسها الراجل ده منه اخطأ فمشي احنا مش هادرين نعرف الاسباب القرارات هي سببها ايه لكن بالنسبة انه هو الحل سابق ليس لو فيه ليس له جديد ولا قديم لان المنتج الخارج اساسا للامين العام عشان يقدر يعبر عن زاول الاعاقة مش موجود بنتكلم حوالين انا ماينفعش اكون موزيع حضرتك مش هاجي من بره بقى موزيع وبقى موجود قصد الكاميرا واتكلم المجلس عندما انشأ تم اختيار بعض الموظفين الموجودين داخل العمل الاداري داخل المجلس اللي بيطلعوا المنتج الاخير للامين العام والمجلس الادارة عشان يقدر يعبر عن ده مع احترامي تم اختيارهم بنحية شخصية كان مطلبنا احنا كرابطة معاقل مصر ان يكون هذا العمل الخطير الذي يعبر عن 13 مليون معاقل ان يتم على الاقل عمل اعلان في الجرائد عن الوظيف وعن الهيكل الاداري للوظيفة مع احترامي لكل الموجودين اغلبهم زميل واخوة فاضلين واعرفهم معرفة شخصية واعتقد ان بهم من يصلح ان يكمل داخل المجلس بس ما فيش معايير واضحة انا بتكلم على معايير قانوني انا بتكلم على معايير قانوني انا بتكلم على معايير قانوني القانون السابق كان قانون 47 اللي هو النظام العاملين المدنيين بالدولة ان حضرتك عشان تقدر تبقى موجود في وظيفة فبيتم الاعلان عنها وتبقى معروف شرطها ده ما كانش موجود فتم اختيار ناس عن طريق معارف شخصية باختيار ناس موجودين داخل المجلس المشكلة التالتة ان عندما تقدمنا بمزاكرات لرئيس مجلس الوزراء وقتها كان الدكتور هشام انديل قلنا له انت اخترت بناء عن ان انت المفروض تعمل اعلان طبقا للقانون طبعا ما تردش علينا الكلام ده مثبت في 17 4 2000 اعتقد 2012 تحت رقامين داخل رئيسة مجلس الوزراء كان الرد علينا لا انا سيد محمد اللي حضرتك بتتكلم فيه ده اجر مقابل عمل الناس دي مش متعينه انا مش ده اللي انا اصده اي بس هل ده مش بيخالف القانون هل حضرتك على حاجة يعني حتى لو اجر مقابل عمل مش المفروض انه يتم الاعلان عن الكدر الوظيفي ده لو على اساس هيتثبت يا فندم على اساس ان ده عمل مستديم في في الدولة لكن هو في الاساس انت بتتعامل معايا من منطلق روتين ازاي ده انت بتتكلم حضرتك في ملف خطير جدا الملف الخطير ده ان الناس اللي المفروض تتعامل في هذا الملف واللي تبعت التقارير لأعضاء مجلس الادارة اللي بالتالي أعضاء مجلس الادارة يجتمع ويرفعوا الكلام ده للأمين العامل للأمين العامل المفروض عليه انه دوره يرفعه رئيس مجلس الوزراء ده مش موجود فاحنا اللي بنتكلم فيه بنقول لأ طريقة الاختيار اعلان الناس تتقدم للوظائف اللي هما بيتكلموا عنها بناء على كده يتم الاختيار واعتقد ان لو ده حصل هيحصل تغيير وتجديد دماء داخل المجلس وهيبقى برضو اعتراف ضمني انه في خطوات او في اتجاه لانشاء مجلس خاص بالمعقين صح؟ يبقى ده اعتراف ضمني انه لا احنا في اتجاه نحن نعمل المجلس ده 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 انا بكلم حضرتك في الاطار اللي هما طلبينه فيه لكن احنا في رابطة مع وقل مصر بنتكلم بطريقة مختلفة تماما بنتكلم على مجلس طريقة اختياره تكون مختلفة عن اللي احنا بنتكلم عنه مجلس له رئيس وله نائب وله 19 راض طريقة اختيارهم عن طريق مجلس النواب لمدة اربع سنوات وطريقة اختيارهم عن طريق مجلس النواب عن طريق لجنة هو الانسان داخل المجلس القومي داخل مجلس النواب ويتم ده عن طريق استقبال هذه اللي جان للسيرة الذاتية لكل من يرغب ان يكون عضو مجلس ادارة او امين عام وبناء على هذه المفاضلة يتم اختيار الرئيس والنائب وطريقة اداء عملهم نكمل على ذلك في نقطة مهمة ان يكون اعلان المجلس بقرار من رئيس الجمهورية وقرار رئيس الجمهورية في هذه الحالة يكون قرار كاشف مش قرار منشئ وبناء على كده ليه ليه عايز حضرتك قرار من رئيس الجمهورية على اساس ان المجلس يتبع رئيسة الجمهورية زي المجلس القومي اللي هو الانسان ما نكونش تابع رئيس مجلس الوزراء اللي احنا من وجهة نظرنا ان المهندس ابراهيم محلب احنا مش عارفين هو بفقر ازاي اتجاهنا نهائي لان طريقة اختياره لتلاتة امناه عام في خلال حكومته دون تبرير ليش هال وليه جاب احنا مش قادرين يعني مش قادرين نفهمها تماما بس هل ما قابلته وتكلمنا عشته في الكم نقطة دي للأسف نقاشنا كان مع المهندس ابراهيم محلب كان قبل اختيار المهندسة الدكتورة هابها هاجلس والقصة بالنسبة لنا مش اختيار امين عام احنا كنا بنعرض الرؤية طريقة اختيار للمجلس القومي بالرؤية اللي بنتكلم فيها مع حضرتك والنقطة التانية ان طريقة اختيار الموظفين الاداريين داخل المجلس ده اللي اتعرض على المهندس ابراهيم من اول يوم كنتوا بتعرض قدام المهندس محلب ليلربح ان انتم عايزين انتم تابعين لرئاسة جمهورية لا fug founderد cursed Kirk للاسف من ايام دكتورة عصام شرف يعنا احنا تقابلنا مع عام من اول دكتور عصام شرف انت قلت بتقول انتم عايزين انتم تابعين لرئاسات الجمهورية مش قصة التبعية احنا بنسكلم على مجلس مستقل له استقلاليت التمة استقلاليته التمة تحت اشراف مش نحته اشراف هو مجلس مستقل لله استقلال وهوen المالي والإداري والفني. أنا أقصد قرار إنشاء المجلس. قرار عندما يتم اتخاذ قرار فيه شخص بيأخذه. الشخص اللي احنا بنتكلم عنه أنه يأخذ هذا القرار هو رئيس الجمهورية. وبنتكلم في هذا الوقت أن قرار السيد رئيس الجمهورية في هذه الحالة يكون قرار كاشف مش منشط. كاشف عن اختيارات مجلس النواب اللي بيعبر عن حضرتك ولي بيعبر عنه. ده. أنا مختلفة سنة معك في النقطة دي. لأن أنا شايفة ده دور رئيس الوزراء مش دور رئيس الجمهورية. دور رئيس الوزراء. إنهم يعلنوا اللي هي. هم يقولوا إحنا هنشئ مجلس ومعايير الكادر الوظيفي في هذا المجلس يبقى مثلا واحد دين ثلاثة أربع. بقى الاتفاق مع الرابطة. يعني أنا شايفة إنه هو دي خطوات الحضرتك بتقول لي. أنا أقصد حاجة تانية. أنا أقصد وإحنا مش هنختلف على طريقة. إحنا بنتكلم على التبعية. وبنتكلم على أننا حقنا أن يكون المجلس الخاص بنا كالمجلس القومي للمرأة. وكالمجلس القومي لحول إنسان. وكالاتفاقات الدولية والمادة 214 من الدصور اللي بتتكلم على أنها حطتنا على قدم المساواة مع هذه المجالس. خلينا بس نرجع تاني لنقطة الأساسية. بعد تعيين دكتورة هبة. أنتوا بتقولوا إنه الموضوع مش دكتورة هبة. الموضوع إنه كل شوية بيتم تغيير الشخص المسؤول. هل حاولتوا إن أنتوا تتواصلوا تاني مع بشمهندس محلب إن أنتوا تقولوا إحنا عايزين نعرف الأسباب اللي بيتم على أساسها تغيير المسؤولين؟ ما أعتقدش المهندس إبراهيم محلب بيبقى موجود باستمرار في مكتبه عشان ليقدر يتواصل معنا. الراجل دائما موجود في الشارع. وده يعني أنا لنا أقصده ليه نتواصل إحنا سلمنا مذكرات القانون والتطوير. أنا مسلمها باليد للمهندس إبراهيم محلب في يده. هل بيجي ربط على هذه المذكرات؟ أنا سعدت في نقطتين. لأن عندما تقدمنا بدأ فيه حاجتين تنفزوا منهم. إن كان من ضمن طلبات رابطة معاقلين مصر في مشروع قانون إحنا تقدمنا به لمهندس إبراهيم محلب أن يكون فيه تمانية من زاوي الإعاقة موجودين في البرلمان المصري. بناء على تقسيم جغرافيا. هذا الكلام تم تنفيذه في مشروع قانون الانتخابات. النقطة الثانية أن كان الإسكان لزاوي الإعاقة أنه تم تحصيصه في الأدوار الأرضية. وده لسبب لعلها بسيطة جدا. أغلب زاوي الإعاقة بيتم تزوجهم من بعض. شفنا من زماننا أن فيه تنين من زاوي الإعاقة تم اختيار شقة لهم في الإسكان في الدور الخامس. فبالتالي لما قابلت مع المحافظ الله يمسي بالخير المهندس أحمد علي. فبتكلم معه بقوله فيه مشكلة شكلها كذا. قال لي ما هقدرش. الكلام ده كان بيقوله بصفتي رجل قانوني فهم اللي ممكن يقال لزميلي. قال لي أنا ده فيه قرعة تمت بناء على القرعة اللي كان موجودة ده في القامس وده في الأول. ما أقدرش أعمل فيها حاجة. فبالتالي كانت الضغوط من وقته إزاي نقدر نغير القانون مخصص الأدوار الأرضية لزميلي ونجحنا بدأ. طيب يعني أنتو كنتم متقدمين بتلت طلبات اتحقق منهم طلبين. لأ فندم تقدمنا بمشروع قانون 65 مدر فاتحقق من 65 اتنين. من 65 اتنين بس. تمام. وعلى فاكرة المشروع موجود مع المهندس إبراهيم محلب يريد يفتكر لقاءه معنا في نادي المؤولين العرب. طيب هو جهز باية الطلبات اللي موجودة فيها أو المواد ديت هيتم منقشتها مع دكتور رهيبة. هل قعدتوا مع دكتور رهيبة مثلا وبدأتوا ان انتو تشوفوا مثلا الخطة هتبقى عاملة ازاي ولا هيا مجتمعيتش بيكم؟ لا. للأسف لا. ولا ولا المهندس إبراهيم. حتى كان تم لقاءات في الفترة السابقة مع بعض زماننا من زاوي الاعاقة. احنا احنا بنتكلم حوالين نقط فيه فرق ما بين مطالب شخصية او مطالب فوائق من مطالب لتغيير منظومة قوانين تقدر تساعد زاوي الاعاقة. فعملنا في رابطة معقول مصر بزاي نقدر نطور القوانين عشان تقدر تخدم زاوي الاعاقة. قوانين زي القوانين المرورية قوانين في المنشآت. قوانين ده مجموعة كبيرة حزمة قوانين. حزمة قوانين بنتكلم فيها عن الصحة. بنتكلم فيها عن التربية والتعليم. بنتكلم فيها عن أزمتنا في المرور. بنتكلم فيها عن طريقة ترخيص سيارات المجهزة. لزاوي الاعاقة. بنتكلم فيها عن الجامعات ووجودنا فيها. وبنتكلم فيها عن حاجة احنا اخدناها. وعايزين نكملها. كان من ضمن الحاجات المكتسبات اللي احنا اخدناها قبل 25 يناير انشاء مراكز لتعيير الطلبة المعاقلين داخل الجامعات المصرية وده تم فاربع جامعات وانا انا تمنى ان المجلس ينتشر ينتشر مجاله في ده يعني ده شيء مهم وكمان 13 مليون وعقد رقم مش قليل انا اقول لحضراتك على نقطة معنا معالي الدكتورة فايزة بناجا كان تصرحها ان احنا من 12 13 مليون المجلس الاعلى والمنظمة الصحة العالمية اتكلمت عن عدد المعاقلين في مصر تراوح ما بين 13-14% من عدد سكان مصر فالرقم اللي احنا بنتكلم عنه هو رقم تقريبي واي حد يتكلم عن رقم قطع رقم قطع لا ويمكن الكلام ده كنا كلمنا معه مع المهندس إبراهيم في هذا كلام قلنا له ان البطاقة الرقم القومي بتاع تزاوي الاعاقة لم حد بيتوفى ما بتعرفش لو زكان مات ولا لا فبالتالي ما تدخلاش في قصة انت عددكم كامل احنا لو واحد فمن حقنا ان احنا نعيش بقرامة داخل بلدنا حتى لو شخص واحد أستاذ محمد أبو طالب رئيس رابطة مواقين مصر طبعا اتمنى انه من خلال هذه الفقرة يكون كل الكلام والشكوى بتاعت حدثة قصة لأساد المسؤولين نتمنى انه في اقرب فرصة يبقى تقدر تتعامل اجتماع مع البشمان سبعين محل او حتى دكتورة هيبة هجرس علشان تبتدوا وتاخدوا خطوات فعلا لمستقبل افضل بشكر حضرتك جدا هنطلع لفاصل سريع ونرجعتين نستكن باية فقرة